تحياتي لكلمتابعين قناة بتكون العربي وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة نتحدث عن ICO والاستثمار بالICO الحقيقة حلقة اليوم ستكون متأقلمة مع وضع السوق الهابط لذلك حبيت تجيب لكم هذه الفكرة التي ممكن تستفيدوا منها بهذه الحالة من السوق لأن إذا حابب يستثمر بICO معينة تحمل الخصائص التي ستحدث عنها حقيقة بما أن كل أسعار نازلة فسعر الاثيريوم نازل ويبدأ أن أغلبية الICOات تنشرها بالاثيريوم فحبيت لكم على هذه الفكرة هي أنه في بعض الICOات تسعر الICO اللي إلى بالاثيريوم وليس بالدولار تمام؟ إذا أنت بهالحالة سعر الICO تأقلم مع سعر الاثيريوم فإذا الاثيريوم هاببتك أنت تدفع أقل قيمة بالنسبة للدولار وبنانا على هذه الفكرة اللي هي كتير كويسة بهيدا الوقت لحقق اليوم كمان ليش بعدين مشيت على تصويتكم على صفحة الفيسبوك صفحة نابتكون الارابي أول شي بحب أشكركم كتير على تصويتكم 692 رياكشن كان تم بين لايكات وكومنتات إذا نرى من أكثر من أخذ حقيقة ريمي أخذت سبعة تصويتات في هون الريفيريوم والسرينيتي مع بعض محطوطين تغش فأخذت عشرة فأصمهم على اثنين ستصبح خمسة 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 الأول فيه بيكون أحسن وخاصة أنه عنده هاي الخاصية اللي نحكي عليها اليوم لأنه إذا السوق ما طلع بهذه الفترة وظل نازل لفترة أسبوع أسبوعين فأنت يمكن تكون هايدي فرصة لأنك تستثمر بهذه الطريقة لحتى بس يطلع السوق بتكون نزلت الأي سي أو على السوق بحال السوق طالع فبتكون تعمل أرباح كويسة لذلك مشيت على كل الأي سي أوات المكتوبين هون وشفت أين هون مساعرين هون بعملة الأي سيريوم وحاول أحكي عليهم بس الحقيقة أكتار فمبدئيا ملشت بوحدة إذا لحقت بعدين سأعمل على البقية الفكرة أنه هلأ ساعة عندي شيء 12 ونص وعا الساعة 4 ونص وش الصبح مسافر على كوبنهاكن في عندي ونيك مؤتمر له علاقة بالعملات الرقمية سأعملكم فيديو عنه بحكي لكم شوي شو صار بهذا الكونفرنس وبحطكم الصورة فما عندي كتير وقت للأسف لحاول سجل فيديو بسرعة بشان نقدر نملي شي ساعتين قبل مسافر لحن بلش بـ سوشال ميديا دوت ماركت تمام سم تي أختي خمس تصويتات سوري من الريمي لأنه ما مساعرين بالدولار الحقيقة فما رح تكون ضمن هذه الحلقة هذا الويب سايت تبع السوشال ميديا لحقيقة أخذي رانك كويس بتقييم أربع مواقع بصنفه بصراحة أنا اللي حطيتهم للتصويت حاول جيبهم من هيدون المواقع وأخذين رانكات عالية كرمالة تكون لأنه ما في وقت أدرس كل شي فجيب أحسن شي لعالم دارسينهم لأنه على أساسهم نحن نفلتر منهم كمان فكان كل اللي حاطينهم أخذين رانكات عالية وهذا الشي كويس إذا أستبيان يوم و 12 ساعة فكرتهم الأساسية أنهم بدهم يوصلوا الأشخاص اللي يسموهم الانفلوينسرز هيهم الأشخاص اللي موجودين على السوشال ميديا تمام! مع مواقع التواصل واللي عندهن تأثير على متابعينهم يعني الأشخاص اللي على يوتيوب هنو عندهم تأثير بنوع وبآخرا على الأشخاص اللي عم تابعووهم تمام؟ لما بتسمعوا وإنتوا رأي شخص على اليوتيوب تتأثروا أهـل أشخاص اللي على تويتر، فيسبوك غم أعطاب ما كل هذا الأشخاص عندهم تأثير على متابعين لألهم وفي شركات دعاية وإعلان بيطلبوا منهم أو بتفعولهم مقدار معين كمان ينزلوا دعايات معينة في منهم مثلا بيجيبوا مثلا بيلبسوا كنزة لماركة معينة بيلبسوا ساعة لماركة معينة بيجيبوا product بيحكوا عنه ففي كتير طرق الشركات التسويق أو الشركات اللي حابة تسوق منتجاتها صارت عم تستخدم هيدون الأشخاص ومع الدراسات هلأ عم تزيد بأنه مع الوقت عم تصير تأثير الانفلونسر أكثر من تأثير الدعايات المدفوعة حتى على التلفزيون أو حتى على الإنترنت ففي توجه كتير كبير لهيدا الموضوع وسوق ضخم جدا عم ينشأ بهيدا الوقت فهنن كفكرة أساسية بيعتبروا أنه إذا طبقوا عملات رقمية على بلوكتشين عندهم ونزلوا عملتهم ويتم الدفع فيها لعملتهم فهنن بوفره 35% من تكاليف اللي كانت أصلا موجودة بالطريقة التقليدية طبعا حكيانين على اقتصاديات الفكرة يعني اقتصاديات هيدا نوعا من البزنس تمام ما رح ترفض بالتفاصيل الفكرة معروفة والحقيقة مانا جديدة هاي يمكن نقطة السيئة عندهم عندهم أدفايزرز بشكل كتير كبير اختصاصاتهم كبيرة كلهم مشتغلين كلهم معظمهم يعني مدراء شركات مهمة والتيم تابعون لا بأس فيه بيطلع التيم مع الادفايزرز بطلعوشي 32 شخص كلهم عندهم اكاونتات على لينكتين امورهم تمام عندهم ميزة انه هنا عندهم نسخة بيتا تمام والتي هي فعليا تم اطلاقة بهذا الشهر وفينا الاشخاص تروح تسجل فيها وتجرب تشوف كيف هيدا نسخة البتا تعيتهم تجربية بالربعة الثالث من هاي السنة لحيتم اطلاق هيدا البلاتفورم بشكل نظامي بسوء الاميركي والبريطاني ولحيكون متوقعين انه يكون العائد منه نجمالي شيء 10 مليون دولار ببداية 2019 سنترقوا للعالم كله وقت اوصلوا للـ 80 مليار دولار اللي سيبيعون انه سيبيعون 80% من التوكنز هاي شغلة كويسة 15% بس ستكون للفريق ولح تنحجز لمدد 6 شهور وبعدها سيتم انتاجها اذا هاي ما رح يكون وقت الاصدار سيتم انتاجها سيتم انتاجها بعدين تمام يعني هن الهاردكاب اللي لهن سيكون 16000 اثيريوم هذا بشكل عام بما يعادل رح يطلعوا اذا انشار كله رح يكون بما يعادل 50 مليون توكن واخيرا 5% رح يتم حجزة للمكافآت والبونوس وهو الأصص والـ Advisory Board تمام الفكرة انه كان فيها بري اي سي او وكانت بـ 7 ديسمبر 21 ديسمبر وخلصت وكان سعر التوكن وقتها 3000 الـ Ethereum كان 3000 SMT بينما الـ Ethereum 2500 SMT ومتل ما اتفقنا هذا ما له على بغض النظرين عن سعر الـ Ethereum بالدولار فانت دائما هلأ لحفرجيكم كيف السعر بيختلف طبعا كان فيه بري سيل بس للمعه كميات ضخمة جدا بيشتري 25 اثيريوم كان ممكن ياخد 20% بس هلأ حاليا لحيفتح بـ 9 الشهر أول خمسة أيام بيكون 15% البونوس مبين انهم تواجهة جيدة على السوشال ميديا مثل ما شايفين مكتوب عنهم كثير بهذا حضرت لهم مقابلات للـ CEO وحاطين الحقيقة كمية من المعلومات جيدة بطريقة مرتبة بكذا لغة الإنجليزي والروسي على تويتر عندهم شي 30000 شخص لا بأس به الرقم على الـ Telegram عندهم أكثر عندهم 5100 على الـ Telegram وهون من جوه الموقع هلأ هون لما تحط هون بيقلك شو تسعر التوكن فمتحط إذا توكن وحدة بتكلفك صرف فاصلة 304 اثيريوم وهذا السعر ثابت الحقيقة أنا مجربة من كذا يوم كنت لما بحط دايما سعر الإثيريوم ثابت بس تحط على الدولار أبل ما ينهار السوق كان هذا الرقم هون 44 سنت لما نهار السوق للقاع كان الرقم هون 22 سنت وهلأ لأنه شوية السعر رجع صار 33 سنت ففي حالة 9 الشهر أو 10 الشهر رجع نزل سعر السوق فهذا يمكن تلاقوه 22 سنت برياحة وبتكون كأني استأخذ أنت 50% زيادة عن 20% اللي احتاخده أو 15% فبصير كأني عندك 65% ديسكاونت والذي هو شيء جيد إذا أنت ناوي تستسنر بهذه الإيسيو الفكرة أنك أنت تسجل من عندهم وتدخل معلوماتك وبيعتوا لك إيميل وتفوت على هذه الصفحة هنا تعملون ديبوزيت تمام؟ إذا بدك تشتري بالإثيريوم تبعت الإثيريوم تبعت الإثيريوم تشتري بالبيتكوين تبعت بالبيتكوين فبتحط الإثيريوم وبتعمل تبعت الإثيريوم بيطلع لك الإثيريوم تذهب على محفظتك ويتبعت على هذه الإثيريوم بعد ما تكون صاروا هون مصاري في عندك قسم الشراء منفصل لحاله إذا ما يكون عندك صار هون المبلغ موجود تجي لهون فيك تقول له اشتري لي بكل شيء معي محولوا لهون وهون تماما متحدد قدش بدك تضيف بيقول لك قدش البونوس بتقول له تشتري التوكن تماما هيدا الحقيبة بعد 9 الشهر فيك تعمله وهي الحقيقة تقييم هيدا العملة بناءًا على الكورس لأن أحط طول معايير اللي كتحطها هي أخذة تقييم 36 من 57 واللي هي علامة جيدة الحقيقة طبعا لأنه الموضوع ما بس رقم نهائي هو تفاصيل فمسلا على الفكرة 4 من 7 على الوثائق 6 من 6 على المنتج 7 من 10 على الفريق 4 من 6 المنافسين 1 من 7 واللي هي أضعف نقطة لإلى لأنه في إلى منافسين كتير أنا حكينا على الكريوس من قبل الإندهاش بتفوت بهيدا المجال كمان ما حدا يمكن تماما تماما مثلهم بس كتير قريبين وكلهم سينافسوا بعض فمنافسة صعبة في إي سيوات قبلة لذلك أخذت بس 1 من 7 تسويق 6 من 9 خصائص طرح الأولي 8 اللي هي اقتصاديات العملة 8 من 12 فبالعادة هيدا 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 التقييم بنزله على على جروب الفيسبوك الخاص بكل أشخاص اللي يأخذوا الدورة فكل شخص حابب أنه يغوص أكتر بهيدا الموضوع ويعرف تماما شو الطريقة اللي حاطة لحتى حل الإي سيوات بالأرقام مثل ما شايفين فينه يروح يشترك بالكورس إذا ما كان لست مشترك وعم أخبركم هلأ لأنه هلأ سعر الكورس الساتو 24 دولار بعد يومين لحي يصيد 29 دولار فاللي حابب يفوت هلأ فرصة كويسة الفكرة أنه هيدا الموضوع ما بس بيخليك يكون عندك منهجية بالتحليل وإنما بيجبرك تطلع على نقاط معينة لأنك أنت مجبور تعبي هذه الحقول فأنت مجبور تبحث عن هذه الإي سي او بنقاط معينة وبالحالة بتكون أنت عم تحيد بكل جوامبه وما بتغفل على نقطة معينة ممكن تسهى وما تنتبه عليها بالحال العادية فممكن تكون فيها مشكلة حقيقة فهيدا نقطة كويسة أنه الواحي ينطلق منها ومع الوقت بتزيد خبرته بس يتقارن مجموعة مشاريع بناء على هذه المعايير لأنه الحقيقة ما في عندي وقت أنه عن جد اشرحهم كلهم فلاحقلكم تماما من اللي كانوا موجودين للتصويت شو هنه المسعرينهم بالإثيريوم وفيكن يعني تدرسوهن بطريقة معينة فمثلا فارما تراست مسعرة بالإثيريوم كل واحد اثيريوم فهي مختصة بموضوع أنه يتم التأكد عن طريق البلوكتشين بأنه ما في دواء حيكون مزور من طريق من المصنع للمكان اللي ينباع فيه لأنه فيه أشخاص بيزوروا نفس الدواء بس بيكونوا حاطين شي جواته بالمرة وبيشحنوا على أساس أنه هيدا هو البضاعة الأساسية وبالحالة في عالم كثير ممكن تموت من هيدا السبب فارما تراست بيستخدام البلوكتشين سيأكدوا بأنه المنتج نفسه اللي طلع من المصنع ونفسه اللي وصل لهونيك بدون أي تزوير أو غش أو خداع سيرينتي الحقيقة هي عاملة ثانية كمان مساعرينها بالإيثيريوم وهي فعليا مكان خزينة خلينا نفترضها لا أي بلاتفوم للتداول بالعملات الرقمية اللي هنجمالا بيكونوا سواء بلاتفوم فوركس بالأساس بس عام يتداول عملات الرقمية الشي اللي حابين هنن أنه يضيفوه أو اللي موجود بالبروكرات العاديين أنه كل عمليات البيع والشراء لحتتم على البلوكتشين فلحتتتسجر على البلوكتشين لما تتسجر على البلوكتشين يعني ما فينو حدا يزوره ما فينو حدا ينكر أنه تمت بأرقامه بتواريخه بكل شيء ففي حال أي شيء صار أي عملية نصب صارت من أي طرف من الأطراف فدائما بيرجعوا للبلوكتشين ويقدروا يتحققوا تماما شو اللي صار ومين المزنيب وعا أساسه بصير الموضوع في صيقة أكتر للتداول وهذا ما يحاولوا يعملوا سعر الـ SRNT الوحدة 3.01 إثيريوم وهذا السعر سيبقى ثابت شو ما كان سعر الإثيريوم وفيه بونوس على حجم التوكن يعني على أول 15 ألف توكن فيه 50% 250 لبعدهم 40% وهكذا سيوزعوا 85% من التوكن هذا الشيء كويس ولسه بقيان 27 يوم لتخلاص الإي سيئو موزيكور العلاقة بالموسيئة بالأماكن بالمطاعم والباراد بالجيم يعملوا بطريقة بحيث أنه يستفادوا بطريقة كوميرشيل منها الحقيقة ما شفت له هذه الإي سيئو ما طعمق فيه بس أخذ رانك لا بأس فيه بالإي سيئو بينش الأغلبيتهم شوفهم منيك لأنه فورا سهل شوف سعر الإثيريوم فهذه الإثيريوم تعادل سبعين ألف لثمانين ألف وحدة وكل شيء يهمهم يلمهم هنا ألف وتسعين وخمسين إثيريوم إذن هذه هي كانت الإي سيئوهات اللي بسعروا بالإثيريوم الحقيقة بعتزر ما قدرت إدرسهم كلهم بشكل معمق بس أحب أتطرح لكم هاي الفكرة ممكن أن تلقوا نظر عليهم إذا كنتوا بالجروب ممكن تتم التناقش نقاش فيها وحط لكم روابطهم كلهم تحت الفيديو وهون بتلاقوا كمان الدورة اللي بحب يسجل عليهم من هون بس هيك اتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله ما بيكونوا على خسارة ودائما بتكونوا على الربح ويسعد أوقاتكم سلام